السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطباق وصفاتي بمناسبات شهر رمضان اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة غنحضر معاكم ان شاء الله البوشنيخة واللمحبوبة الجماهير غنحضروا ان شاء الله بدون ماكينة وفي نفس الوقت المكوينة دياله بساطين واقتصاديين ما نطولش عليكم اللي عجبتكم من الوصفة ديال اليوم ما تبخلوش عليها باللايك ديالكم باش دائما مقمح لكم على الوصفات الجديدة والمميزة إلا كنتو قد تزوروا القناة ديالي الأول مرة مرحبا بكم في مطباق وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس تنبيهات باش توصلوا دائما مكل جديد وكما تعودنا قبل ما نبدو الوصفة ديال اليوم نصر الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضبخلكم مع المقادير وكافية التحضير بسم الله على بركة الله كمكونات ديال الوصفة ديال اليوم شاء الله غانحتاج فيهم خمسة ديال كووس ديال دقيق اللي هي خمسمائة جرام يمكن لكم دقيق ديال كوم توزنوه اللي كان عندكم الميزان كم يمكن لكم دقيق تغرب له يعني تنخلوه والكووس تعمرهم غير بالملعقة يعني ما تضغطوش على الكووس ديال دقيق من يتكونوك تعمرهم كذلك غانحتاج واحد نصف كيس ديال نكهة ديال فاني ولا سكار فانيلا اللي هي ربعة جرام يعني الكيس كنقسموه على جوج وغانضيف واحد القبيصة صغيرة ديال الملح يعني ما كنكتروش بشاكية غير كنصحو الماضاق على بركتي الله اول حاجة كندمجو هاد المكونات مع بعضهم بحلال شكال وكملاحظة بالنسبة لدقيق ضروري خصو يكون دقيق رطب يعني يمكن لكم استخدمو اي نوعية متوفرة عندكم غير هي دقيق خصو يكون رطب يعني ما يكونش حراش كذلك في هاد المرحلة هادي غانحتاجوا لواحد القطعة ديال زبدة عندي هنا مية وخمسة وعشرين قرام المهم بالنسبة النوعية ديالزبدة كنديرو داك الزبدة اللي كتكون مغلفة هاكية بحال ماماتي ولا لد غير هي ما كنخدموش بالزبدة ديال طاصة يعني الزبدة المارغارين ما كنخدموش بها ضروري تكونك كيال الزبدة قصحة بحالي شكل كما يمكن لكم يعني ديروها كيال زبدة حيوانية فانا استخدمت زبدة نباتية في حالتك كيالا درتو زبدة حيوانية ديروها كيالا غير مية جرام يعني ما تكتروش لانا الزبدة حيوانية كتحتويها كيالا واحد الكمية كتيرة ديال الدهون المهم بالنسبة للزبدة ديالنا كما لاحظتم معي فانا قطعتها طريفات صغار وكنضيفها كيالا الدقيق وكنحاولوها كيالا ندمجو هاد المكونات مع بعضهم بحالي شكل ولانا الجو بارد الزبدة كتكونك كيالا شوية صلوبة يعني كتجي كيالا صعيبة ندمجوها مع الدقيق فانا غانحاولوها كيالا غير لبساشي شوية وكيما كتلاحظو معي يعني ما زالها طريفات كيما اذكرت لكم كيكونك كيالا جو بارد الزبدة كتكون صعيبة يعني ما كتبغيش تندمج لهداف هاد المرحلة هادي غانحتاجو لهاد الطحنا ديال الطمطيم وللطحنا ديال مضيشة كتكون بحالي شكل هدايا لاحظو معي كيكون عندها كاية ثلاثة ديال شافرات يعني كيكونوا من الصغير لكبير احنا غانستخدمو داك الجهة اللي كتكون رقيقة بحالي ديال الشكل وبها غانخدمو ان شاء الله على بركتي الله هني كنجيبوكي شي زليفة ولا شيئنا اللي كيكون صغير كنوضعو في هاد الطحنا ديال الطمطيم وكنبدو نضيفو في الخليط ديال الزبدة ودقيق بحالي شكل بالنسبة لها الخليط هدا كيكون مازال فيه تكتولة ديال الزبدة اللي كيكونوا كبار كما اذكرت لكم كيبغوش يندمجو مع بعضهم وبصراحة بالنسبة لها الطحنا ديال الطمطيم فهي كتساعدنا بزاف وفي نفس الوقت الدقيق كيتخدم زيان مع الزبدة وكيتلبسو داك الحبيبات ديالو كاملين لاحظوا معي هنا يا مني يكونو كنطحنو يعني احنا كنضورو وفي نفس الوقت كنرجعو في اتجاه المعاكس باشا كي يندمجو الزبدة كيهوطو داك التقوب اللي كيكونوا صغار وفي نفس الوقت كما اذكرت لكم كيتخدمو مع بعضهم لاحظوا معي هنا يا الدقيق كامل تلبس بالزبدة بحالي شكل المهم يا اي حبائي كتبقى مجرد فكرة احبيت نشاركها معكم وكما اذكرت لكم بالنسبة لها الطحانة ديال الطماطيم فهي عندها بزاف ديال مزايا بالنسبة للناس اللي ما كتوفروش عليها يمكن لكم ديروها كيه شي مصفات يعني شي غريبا وتخدموا الدقيق ديالكم زيان يعني كتحولوها كيتخدموه باليد ديالكم باش هكيا كيخرج من دك التوقوف ديال الغربال ولا ديال مصفات المهم كيبقى لحسب المتوفر عندكم يعني زيوكات عندكم الطحانة هادي ولا الغريبال كما حبيتو على بركتي الله كما كتلاحظو بالنسبة لحبيبات ديال الدقيق كاملين تلبسونا بالزبدة وفي نصة الوقت يعني الدقيق ديالنا تخدم زيان بحالة شكلة فضل ما الحالة هادي غنحتاجو الحليب بالنسبة لحليب خصو يكون كتار من دافي أو كنبدو بالعجن بالنسبة لها العجينة هادي حاولوا تديرها قصحة يعني خصو تكون العجينة صلبة بقدر الإمكان لهذا كما كتلاحظو معي وخمز دربال لقطاش شوية فأنا حتى كنضغط مزيان على العجين حتى ما كيبقاش يدخل لي الكمية ديال الدقيق عاد كنضيف الحليب مرة أخرى هنا بالنسبة لحليب تقريبا حتى اجتكي واحد الكاس اللي كيزين 150 ميليلي لتر وزيت عليه واحد جوج ديال ملاعق المهم كيبقاها لحسب الانتصاص ديال الدقيق ديالكم غير هي حاولوها كي تديروا العجينة ديالكم تكون صلبة بقدر الإمكان لاحظوا معي القاوم ديال العجين ستكونك صلبة بحالة تشكل ومن كتفرها كتبال لكم كيبحالة كتقطاها هنا بالنسبة لعجينة ديالنا كنديروها كفاحة القطعة ديال البلاستيك يمكن لكم تخليوها ترتاحة كي تستطح ديال العمل تقريبا كي واحد جوج ديال سويا كم يمكن لكم دخلوها للتلاجة وتحطوها في الجيات تحتانية المدات نصف ساعة يعني كما حبيتو بصراحة فانا درتفت للتلاجة من الساعة وغاندوز نخدم هني العجينة ديالي كتكون ارتاحت دائما كنخليو العجين يعني في القطعة ديال البلاستيك باش ما كينشفش معنا على بركات الله وبالنسبة للناس اللي ما عندمش الماكينة اليوم شاء الله غانحضر معكم البوشنيخة بلا ماكينة غانحتاجوا فيها لهذا المعاسة ديال التومة اللي كتكون دايرة يعني ماشي داك المعاسة اللي كتكون محلولة من الجنب لاحظوا معي خصلكم حالي شكال وكان بدوها كيا نديرو في القطعة ديال العجين وإحنا كنضغطو يبني تكونو كتخرجوا العجين ديالكم من المعاسة ديال التومة حاولوها كيا ما تضغطوش على العجين كامل حتى كيهبط يعني احنا كنضغطو وكان خليوها كيا واحد الكمية ديال العجين باش هكيا كيفقى ملتاحة مع بعضو ودك شعارات يعني ما كيتقطعوش حتى كتديرو اكيه الكمية اللي حبيتو وكتبدو اكي تشكلو في البشنخة ديالكم بالنسبة القياس يعني كتبقى على حسب دوق ديالكم لو بغيتو اكي تديروهم كبار ولا صغار كما حبيتو وبصراحة بالنسبة لهذا المعاسة ديال التومة فهي عملية خصوصا بالنسبة للناس اللي ما كيتوفروش على الماكينة كما ذكرتلكم وفي الاخير كتبقى مجرد فكرة حبيت نشاركها معاكم يعني بالنسبة للناس اللي عندهم الماكينة العجينة ديالكم يمكن لكم تخدموها في الماكينة لانها عجينة عملية يمكن لكم تخدموها كما حبيتو لاحظوا معي الشعارات كيفاش كيجوا مفرورين ويمكن لكم طولوهم كما حبيتو ما كيتقطعو موالو اهم حاجة العجينة مني تكونوا كتضغطو عليها ما تخليوهاش تهبط كاملة يعني ختخليو واحد شوية باش كتبقى ملتحمة مع بعضها مباشرة كندوزو انطيبو فانا هنا يبديت في الطياب في اللول كتكون عنا الشعلة متوسطة حتى كنوضعوها كي فيها القطاع وكيبدوها كيطلعوا على اللوجة ديالزايد كما كتلاحظوا معي فعلى الشكل وكننقص الشعلة وكنردوها مهيلة باشا كيلبوشنيخة ديالنا كتطيب على خطرة وكتتحمار حتى مدك الجوانب ولا مدك القرينات حتى هما كيطيبوا وكيجيوا مذهبين لاحظوا معي الشعلة كخصة تكون بنيتكونوا كتطيبوها خصة تكون شعلة مهيلة فهذا هو السير اللي كيخلي البوشنيخة ديالكم جي مذهبة وحتى القرينات ديالا ولا داك الطريفات حتى هما كيجيوا طيبين ومن بعد ما كتتحمار مباشرة كننزلوها في العسل ومن بعد كنقطروها وكلامسة أخيرة كنزينوها بشوية ديال الجنجلان ولا السمسيم وهذا يكون الشكل ديالا بعد ما طابت لاحظوا معي هنا يا غنوريكم القاوام ديالا كتجيكيه شيشة وكتدوب دوابا وفي نفس الوقت يعني فيها كواحد القرمشيل اللي كتكون خفيفة دا بقليء إلا نودعكم تمنى إن شاء الله إثناء الإعجابكم من الوصفة دياليوم وتجربوها وأنا أكيدا إلا جربتوها قد عجبكم بزاف نتلقى إن شاء الله في فيديو آخر مع سلامة